اهلا وسهلا بحضرتكم مرة اخرى واصل ما تبقى لدينا في هذه الليلة العامرة المطمئنة للقلوب مع فضيلة الحبيب علي جفري ودكتورنا الجميل الدكتور اسامة السيد الازهري سيد الحبيب كنت سألت سؤال متقدم علشان نقفل هذا المبحث الخاص بتغيير المنكر الناهي عن المنكر والامر بالمعروف الناهي عن المنكر الامر معروف والناهي عن المنكر صحيح نعم فكرة ان شخصي روح رايح شايف اتنين قاعدين اتنين وقفين دلوقتي بقى فيه دعوة مضادز حد جالك ايه لعل فرجلك وضربه وحاجات كده فانا خايف نشوه المعنى الجميل اللي حضرتكم النهاردة بلورته تماما وحطته في اطاره الذي يطمئن الناس ويقول ان اهل العلم يقولون ان هذا هو الامر بالمعروف الناهي عن المنكر لكن اذا حدث شخص اعتقد ان الامر بالمعروف الناهي عن المنكر انه يسير يفتش في الناس ده مين ده مين انتوا قاعدين كده ليه بتبصوا عني الليه بتشربوا بيبس الوحديكو معرفش هيشوفها ازاي ووجد مواجهة عنيفة ماذا يجب هو ده امر بالمعروف الناهي عن المنكر اولا هذا ليس بالمعروف الناهي عن المنكر ولو تأمل المستمر الكريم كلام فضيلة الشيخ حسامة في بداية الحلقة من بيان ما هو حق الطريق لو وجد ان هناك تسلسلا معينا ينبغي ان يبنى من خلاله تكون وشائج الصلة بين الناس قائمة على اساس صحيح ومستقر يعني مثلا في السابق ممكن انت ادركت هذا اوجي الوالدك كان كل كبار الحي يعتبرون كل اطفال الحي ابنائهم نعم فاذا رأى احدهم ابن جاره يرتكب خطأا يأتي مباشرة ينهى وينهر وهو الذي يوجهه نعم ولا يجرع الصغير ان يرفض التوجيه لانه يراه كابيه اليوم لو جاء احد يريد يوجه ابن احد من التجيران تماما فاذا لا يقال انك ينبغي ان تذهب وتوجه يقال اولا اوجد اعد الصلة وشائج الصلة بين الناس اوجد القبول لمفهوم انك يا ايوها المتدين عندك من المحبة قبل اي شيء اخر من المحبة للذي تتكلم معه عندك من التواضع عندك من جمال الاخلاق عندك من العلم عندك من الحرص على الذي امامك هذه الرسائل اذا وصلت بشكل واضح عندها اذا رأيت بعض الاشياء تستطيع ان تتخاطب لكن قبل وجود هذه المقدمات انت مقصر اولا في ايجادها فالقفز منها الى مرحلة النصح مباشرة هذا خطأ ثانيا لا يجوز قط التجسس ولا التفتيش في الامر المعروف انها عن المنكر الامر بالمعروف انها عن المنكر في الامور الظاهرة للعيانة التي لا تقبل تأويلا ثانيا انه لا ينبغي ابدا افتراض سوء الظن الناس في الاصل على الصواب جميع افعال الناس في اصلها للناظري لها صواب حسن الظن مقدم على سوء الظن فالاصل في الانسان الامانة الصحة الثقة ليس الاصل عدم ذلك فلا يحتاج الانسان ان يحاول يتأكد انت لست رقيبا عليهم الله هو الرقيب عليهم يبدأ دورك عندما يحصل تظاهر يعني مثلا فعل فاضح في شارع لا هنا ينبغي أن يكون أنك تدخل لماذا؟ وتدخل باللتي لماذا؟ لأن هذه حماية للجميع ليست حرية خاصة يأتي طفل صغير يمشي في الشارع فيرى منظرا خادشا للأدب في علاقة بين رجل وامرأة حتى هذا تحتاج إلى أسلوب كنت في أبوظبي فكان أحد الأجانب ما أدري هي زوجته أو صديقته لكن أنا أحمل على أنها زوجته والأصل أن الأمور على الصحة فكان في الحديقة كان في وضع في شيء مخل فقام شاب من أهل البلاد من العمارات لاحظته جاء إليهما قال لهم أنتما مرحبون مرحبون بكما في بلادنا ولكن في ثقافتنا هذا الأسلوب لا يتناسب في المكان العام وإعتذروا بمعنى أن الأسلوب له الأثر في المقابل الذي يأتي بأسلوب حسن وبأخلاق حسنة وبنية صادقة مع الله وهنا ينتبه يا أخي يا من تريد أن تنصح أو توجه للخير تأمر بمعروف تنهى عن المنكر قبل أن تفعل أي شيء راجع نفسك هل أنت تفعل هذا من منطلق أنك أفضل منهم؟ أنك أصبحت شيئا عاليا وهم قد سقطوا وأنت من فوق تكلمهم إذا لا تأمر بمعروف لا تنهى عن المنكر أنت في هذه الحالة غير صالح أصلا لأنك في منكر أكبر من منكرهم وهو منكر الكبر منكر احتقار الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ما معنى بحسب امرئ من الشر يعني الكفاية عليه كده ما في الشر أكبر من هذا الأمر لكن مع ذلك حتى لو قمت بأسلوب جميل ولقيت صدا أو سبا أو حتى ضربا أو إساعة لا ينبغي لك أن ترد بالمثل يقول الله عز وجل على لسان لقمان سيدنا لقمان الحكيم لقمان يحكي الله عز وجل نصحه لابنه يا بنيا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني أنه من الطبيعي أن الذي ينصح الناس قد يسأفهمه قد يعامل بطريقة خاطئة واصبر ما قال ورد على ما أصابك واصبر على ما أصابك طيب هذه صعبة إن ذلك من عزم الأمور إذا لم تكن أهلا لأن تصبر على ردة الفعل المستفزة والسيئة لا تتقدم بالنصيحة حتى لا ترتكب منكرا أكبر من المنكر الذي رأيته ترجمة نانسي قنقر